ليه الطبيب النفسي مهم في فريق كورة أو فرق رياضية عموماً يعني؟ ليه الطبيب النفسي ده مهم؟ عشان برضو أحب أفصل لك كل سؤال إنه ناس كتير قوي تقول لك هو اللعيبة عندها مشكلة في الماء هو مع نفسيتهم تعبانة يعني فلازم يقف فيه طبيب نفسي وبعض الناس يعني مثلا كنت بصديف مدربين أقول لهم ضرورة إن وجود الطبيب النفسي مع الفرق يقول لي لا أنا ممكن ألعب الدور ده وأتعايد جداً ونقعد مع القيب لو عنده مشاكل حلال وكلام ده كله فليه الطبيب النفسي مهم زي العالم كله يعني طيب هنا محتاجين ناخد الموضوع لمنطقة تاريخية شوية ناخد الموضوع من وراء خالص هو إمتى أول مرة تقال إنه الحالة النفسية مهمة جداً للرياضيين مع مؤسس الأولمبياد الحديثة سنة 1900 الرجل ده هذا الشخص الذي أسس الأولمبياد قال إنه الأداء الزهني للعيبة ممكن يتغير وقت الأداء عن وقت التمرين هو كان بيتكلم على بني أدمين بيشوفهم إن وقت التمرين أو وقت حياتهم العادية بيقدوا أفضل بكتير مما وقت الأداء تحت ضغط وبعدين مات الموضوع شوية وبعدين على التلاتينات الأربعينات تبتدى يبقى الناس بتتكلم على فكرة الحالة النفسية بشكل عام بيسموها الحالة الروحية إنه اللعيب اللي موده حلو هيقدي أحسن من اللعيب اللي موده وحش وهكذا وبعدين الحدودة ده دماء خفيفة قوي بعد الحرب العالمات الثانية وفي الستينات ابتدى يبقى فيه سباء فضائي ما بين أمريكا وروسيا إنه على مين هيطلع الأمر الأول مين هيطلع الفضاء الأول لناس فاكرة يوري ججارين من ناحية ونيل أرمسترونج من ناحية وهكذا وفكان الروس بيدربوا رواد الفضاء الروس على التدريبات الذهنية على السبات على التركيز على الانتباه على سرعة رد الفعل وبعدين اكتشفوا إنه النوع ده من التدريبات ينفع نحوله للرياضيين رياضيين للرياضات الفردية وجيه بعدها الأوليمبي جيمز بتاعت سنة 76 اللي كانت في كندا العالم كله الغربي متوقع إنه الأوليمبيات دي كانت الأمريكان والكنديين والإنجليز هيحققوا فيها نتاج مبهرة أكتر من روسيا وشارع أوروبا فلاقوا العكس إنه روسيا اكتسحت الأوليمبيات دي ببعدد مدليات كتيرة جدا في الرياضات مش متوقعة بسبب التدريبات إنه نقلوا التدريبات الزهنية اللي كانوا بيدربوا عليها الرواد الفضاء للرياضيين بتاعة الألعاب الفردية ومن هناك وهو كان قبلها بعشر سنين نبتدى يبقى عندنا الاتحاد الدولي لأخصائيين علم النفس اللي المتخصصين في الرياضة ففيه فرق أنا عايز أفرق ما بين المهارات النفسية والمهارات الزهنية بمعنى إنه أنت وإنت في شغلك دلوقتي أنت محتاج تبقى مركز محتاج تبقى فاصل ما بين حياتك الشخصية وحياتك المهنية على الأقل في الوقت بتاع الأداء أنت عندك ساعة هوا ساعة الهوا دي أداء طبع محتاج أن يبقى عندك روتين أنت عارف أنت بتعمل إيه قبل أن تطلع على الهوا كل يوم محتاج أن يبقى عندك سرعة ترد فعل للكلام اللي أنا بقوله بحيث أن أنت تبقى بتفكر في تسأل سؤال تاني محتاج أن يبقى عندك حاجة اسمها نقل انتباه من حاجة لحاجة يعني لو أنا بتكلم والأيس في قدنك بتقول حاجة فأنت محتاج تبقى مركز هنا ومركز هنا وتنقل ما بين الاتنين بسرعة محتاج أن يبقى عندك حاجة تانية اسمها ستيندر تنشن أنا مركز لوقت طويل في نفس الحاجة من غير ماذا أو أقع في النص محتاج حاجة اسمها تنظيم المشاعر كيف أن أنا بقى مش غضبان قوي ومش خايف قوي ومش متوتر قوي وهكذا فدي مجموعة من المهارات اللي التدريب عليها بياخد شهور و سنين علشان أعمله بطريقة كويسة علشان أوصل للنتيجة كويسة وبنسميها المهارات الزهنية فبالتالي إحنا عندنا جزء مهم اسمه المهارات الزهنية وما هو ليه علاقة بالجهاز العصبي بشكل عام وعندنا جزء بقى ليه علاقة بالنفسية الحالة المزاجية والحالة العاطفية للأشخاص والدوافع والتعامل مع الضغط والتعامل مع القلق والتوتر وأوقات كتيرة أنه زي أي شخص في الدنيا ممكن أنه يبقى حاسس أنه لو هو الناس مركزة معايا قوي أكتر من اللازم فبالتالي محتاج أنه يكون في أعلى أداء ده بيبقى سترس كبير لدرجة أنه بعد شوية وقت يبقى بنتعامل مع أعراض الإرهاق الزهني والإرهاق النفسي والبرناوت أو الاحتراق وما شابه فالشغلنا هي مش تخصص واحد أولا هي مجموعة تخصصات الحاجة الثانية أنه المجالات فيها كتيرة جدا بجد يعني على مدر أنه سواء كانت مهارات نفسية أو مهارات ذهنية أو تدريبات